سب العالمين أصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين أهلا وسلام احترقكم في كورس جديد من كورسات الطاقة الجديدة والمتجددة وإن شاء الله يعني موعدنا مع كورس للطاقة الشمسية والكورس دو بنعتبره مدخل لدراسة الطاقة الشمسية يعني شيء يعني كده إيه يعني يعتبر مبدأ أو يعتبر مدخل لدراسة الطاقة الشمسية لكي ندرسها بشيء من الطعام يعني بعس إن إحنا ناخد فكرة عن الموضوع وإن شاء الله عز وجالي يعني اللي بيتخصص في هذا المجال يبحر بقى ويطلع لنا الكنوز في هذا العلم الجميل وهو علم الطاقة الشمسية في البداية كده إن شاء الله يعني بعرفك في المحاضرة دي يعني إيه طاقة شمسية ويعني إيه شعاع الشمس الطاقة الشمسية زي ما حضراتكم عارفين دي ينقض ضوء والحرارة اللي بينبعثوا من الشمس وفي حقيقة الأمر الإنسان ما ضيعش منذ القدم حتة استغلاله وتسخيره لهذه الطاقة إيه المصلحة المباشرة بتاعته وإنه باستمرار يطور الأليات فكان ممكن يستخدم الطاقة الشمسية دي في عمليات تسخير مباشر قدر يعمل عملية تجميع لهذه الطاقة الشمسية ويوظفهم لحد ما وصل إنه عن طريق هذه الطاقة الشمسية قدر يولد الطاقة إيه الكهربائيه وده بيتم له استخدام ألواح الشمسية زي ما حضراتكم عارفين وإن شاء الله عز وجال هنشوف الإيه المكونات بتاع المنظومة الشمسية في المحاضرات القديمة إن شاء الله عز وجال طبعا هنا الشكل دوان يعني مش واضح قوي أنا أحطولك في شريح خاصة بس إيه؟ هوضح لك القصة دلوقتي إن شاء الله عز وجال عشان نفهم إشواع الشمسي وكمية الإسقاط الشمسي اللي واردة عندنا إلى الأرض عايز أقولك إن معظم الطاقات الجديدة والمتجددة المتوفرة عندنا على سطح الأرض بترجع له الأشعة الشمسية دي كما لا يخفى على حضراتكم إن طاقة الإشعة الشمسي هي السبب في تكوين البترول في باطن الأرض وتكوين الغاز وتكوين أيضا الفحم صح كده؟ طيب بكل ده عن طريق أشعة الشمس وهنشوف إن شاء الله لما نجي نتكلم عن طاقة الرياح وطاقة الأمواج إن أيضا الطاقة الشمسية هي الأساس في عمل هذه الطاقة عشان كده يعني يمكن القول بإن الطاقة الشمسية هي أم الطاقات يمكن القول بإن الطاقة الشمسية هي أم الطاقات جميعها طيب عشان أوضح لك إشواع الشمسي ده في الحضرة الأولى البسيطة معنا عايز أقولك آدي الشمس الشمس ديًا بتديني إشعاع شمسي بيصل إلى الأرض الكلام ده طبعا بيصل أو بيقطع كل يوم حوالي 8 دقايق وتلت ده يعني المدة اللي هم حاسبينها وصول أشعة الشمس إلى الأرض الصغرب 8 دقايق وتلت تحديد طيب عايز أقولك بقى في التفصيلة هنا ببساطة إن أشعة الشمس لما بتنزل عندي فيه أشعة بتنزل بصورة مباشرة ممكن أستغلها بصورة مباشرة وفيه أشعة بترتد مرة أخرى بتنعكس إلى الفضاء من الغلاف الجوي وفيه أشعة شمسية بنسميها الأشعة الشمسية المبعصرة فيه عند هنا طاقة غينية هي الأشعة هو لما بينطلق بيبدأ يعمل إيه يحصل له عملية تبعصه زي ما حضرتك شايد عشان أجليلك الموضوع تعاكد نشوف القصة في رسمة تانية ده الغلاف الجوي ود الأرض ود الشمس الشمس بتطلق الأشعة الشمسية بتاعتها فبتصل هذه الأشعة بصورة مباشرة فالأرض تنتص جزء من هذه الأشعة والمتصص هنا بيتم على طريق بخار المية والغزاء الأرض بقى مش تسكت لا امتصت جزء وجزء بينعكس من سطح الأرض مرة أخرى إلى الغلاف الجوي وجزء منه بيروح إلى الفضاء زي ما حضرتك شايد الأرض برضو بيطلع منها أشعة موجية طويلة بتمتصها الغيوم وبخار المية والغزاء وبتبدأ إيه ترتد وتطلع إيه الفضاء في جزء عندي عن طريق الغيوم تمام بيبدأ ينعكس إلى الفضاء في جزء موجود هنا هون زي ما قلنا بواسطة بخار المية والغزاء فده بيحصل له عملية تبعصر زي ما حضرتك شايف وزي ما وضحنا في الصورة الصدر يبقى كده بقى كبرتلك الرسم اللي انت حضرتك تشايفه عشان نفهم الموضوع بقى عليه قالي الشعاع الشمسي الشمس هون بيكي ديك 174 بيتا واط بالكمية كلها فالأرض هنا أو اليابسة ومنحطات بتمتص 89 من هذه الكمية طيب هذه الكمية خلي بالك بقى 89 امتصناهم بيحصل بقى عن طريق الهواء بينتقل حوالي 12 من هذه الجزئية وبعد كده قالك في جزء ثاني او 111 بيرجع إلى الفضاء من الغلاف الجوي الغلاف الجوي نفسه بيمتص من الأشعة دي مقدار 33 بيتا واط وجزء زي ما قلنا جزء منه بيرتد إلى الفضاء في جزء ثاني اسمه الحرارة كامنا في بخار الماء بيرتد اللي عندي من الكمية المنتصة من الأرض في هنا برضو إشعاع انتص الغلاف الجو وهو بيتحد مع الجزء اللي هنا بتاع الغلاف الجوي وينترده إلى الخال برضو الغيوم زي ما انت شايف قالك في نسبه هيا حوالي 35 في جزء ينعكس يعني من على سطح الأرض في جزء ينعكس من الغلاف الجوي نفسه يخرج إلى الفضاء بدي الرسمة بتوضح لك كده حتة المصار الشمسي أو الشرع الشمسي والكمية دي بيتم توسيعها إزاي دي كانت يعني مدخل كده عن الطاقة الشمسية المرة الجاية بقى عرفت الطاقة الشمسية دي باستغلها إزاي فصيصا في المجال الزراعي وهنشوف التطبيقات المختلفة على المحاضرات القادمة يعني حتى هذا اللقاء استغلقكم الله عز وجل ووصلي ووصلي على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله ومعلم